أنهت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إجراءات تاريخية بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وعلى مدى ستة أيام استمعت محكمة العدل الدولية إلى إحاطة عدد غير مسبوق من الدول وقالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهي كل قانون الدولي ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وتناولت جلسات الاستماع طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية وتقول المحكمة أنها ستصدر رأيها في الوقت المناسب وتأتي جلسات الاستماع في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفي تونس ناقشت الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب عددا من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل والتنسيق العربي المشتركة في المجالات الأمنية والشرطوية كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل وفي الدولة الإمارات المشارف الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد حيث ناقشت الجلسات الخطة الأمنية العربية الحادي عشر والخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الثامنة للاستراتيجية العربية لاستلامة المرورية وأعربت الدورة عن الإدانة الحازمة للعمليات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل معروبين عن الرفض لسياسة التهجير وتخفيفا من حدة الأزمة الإنسانية في غزة نفدت القوات المسلحة الأردنية أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات غذائية مباشرة إلى سكان قطاع غزة شملت 11 موقعا على طول ساحل قطاع غزة وبمشاركة ثلاث طائرات من سلاح الجو الأردني وطائرة فرنسية وحملت الإنزالات على متنها مساعدات إغاثية متنوعة ويعتبر هذا الإنزال الثالث عشر جوا بالعموم من بين الإنزالات الجوية التي نفدت على القطاع والثاني الموجة لإهالي غزة مباشرة تحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية تقفيفا عن معاناة أهالي القطاع جرى ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب وأظهرت لقطات فيديو مصورة سقوط جزء من مساعدات الجسر الجوي في البحر وذلك نتيجة التشويشة التي تعرضت له طائرات جسر المساعدات من قبل الطيران الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى حرف مسار الجسر الجوي وسقوط بعض المساعدات في البحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر